موسيقى الناس اللي كانين في العربية وعندهم الأرانب كيعانيوا بزاف من هاد البول المدمم والسبب كيكون هو أن المياه ديال البير حتى هي كتأثر بشكل كبير فهذا المرض هذا كيلقوا أن ديمع من فترة من حين إلى آخر كيلقوا البول ديال الأرانب أعزكم الله أنه أحمر اللون دياله أحمر مدمم إذا هذه نقطة من النقطة نقطة ثانية وهي الناس اللي كيقول لك الأرانب ديالي أنه ما كيعطيهمش الماء يعني كيعايشين غي هكاك وشحال مواحد في الكومنتر قال باللي الأرانب ديالي ما كيشربوش الماء باتاتا وهي الحقيقة ديال أنه ما كيشربوش الماء وإنما الماء ديالهم كياخدوه من النباتات الخضراء النباتات الخضراء كيكون فيها واحد النوع ديال الماء سوف يمسكي الأرنب كيعيش بذيك يعني الكيميا القليلة اللي إحنا كنعطيوها اللي مخلطة مع النباتات ما كي مموتش من اللعطاش ولكن إنه كيبقى عندو هاد المشكل ديال هاد المرض ديال البول المدمم أو البول الأحمر وهد العملية إحنا كنقوله في اللغة دي الأرانب كنقوله لا تعطيش الأرانب والتعطيش الأرانب كي أطر بزاف على الصغار خصوصا وكي أطر على الحوامل وكي أطرأتها بشكل كبير وبشكل رسمي على المرضيعات هنا تخيلوا أن الحليب مناش غادي تكون ممكن أنه يتكون كما قلنا في حلقات سابقة من التفاف من المعدنوس من السيكالين اللي كيكون فيها ديال الخاص بالحليب ولكن الحليب يعني عموما خصوه الماء خصو الأم نعطيوها الماء الماء صالح للشرب يعني ما شي ديال الآبار نعطيوها الماء وكونوا متأكدين أن الحليب الراكي تزاد عندها تا من الماء ما نحيدوش عليها الماء ونقولوا باللي اللارة غادي غادي الحليب ديالها يكون مزيان إذن ضروري من هاد النقطة ديال يعني الماء بالنسبة للأناني بخصوه يكون بشكل يومي إذن هذه نقطة من النقطة كين نقطة أخرى وهو لا يسمح لهم بعد الشركات ديال السيكالين اشنو كيديرو؟ كيديرو العلف ديالهم كيديرو في واحد نوع كيديرو فيه واحد نوع ديال السبغيات يعني هما عارفين أن هاد الشراكي أكثر على الأناني بو كيديروه يعني السيكالين ديالهم كيكون باش يحميوه من التلف وكيحميوه من الرطوبة كيديرو واحد نوع من السبغيات وكيولي كي كي المدة اللي غادي يضربها مثلا في كتلقاء واحد السيكالين كيديرو التاريخ دياله قريب يكمل يعني كيديرو لك فيه مثلا غي تلت شهور يعني كيديروك تاريخ ديال الإصدار وتاريخ ديال الانتهاء انتهاء ديال التاريخ كتلقاء مثلا شهرين تلت شهور نوع أخر كتلقى فيه عام عام سنة اسم الفرق بيناتهم وهو أن المواد الحافظة المواحد الحافظة إذا مشتت الدارت كيطول في المدة ديال السيكالين ما غاديش يضيع وإنما المشكل فين كيوقع أن البول كيولي أحمر يعني هذك السبغيات كي أطروا على الجهاز الهضمي ديال الأرانيب دياله إذا هذي كنقاط يعني هي في حقاقة تسابر أخطاء أخطاء أخصنا نفهموها ولكن سمو كيفاش خدي نجوزوا هذ الأخطاء أول حاجة باش نجوزوا هذ الأخطاء هذي وهي الوقاية الوقاية خير من العلاج يعني إحنا نفهمنا هذ النقاط شنو هما ممكن أننا نجوزهم وما يكونش عندنا هذك المشكلة ولكن هذ البول الأحمر يعني طول مثلا الأسبوع الأول الأسبوع الثاني وباقي نفس المشكلة لكن باقي المشكلة كيأثر بزاف على الخصوبة يعني لا بالنسبة للذكور لا بالنسبة للإيناس الإيناس ما كيبقوش عندهم خصوبة عالية والذكور كذلك اسمو هو الهدية الهدية إن شاء الله دي الحلقة دي دو صمدي ندي ما كان نعودكم على الهدايا هذه هدية مئة بالمئة إن شاء الله غدي تشكروني عليها بالتعاليق كان رحب بالتعاليق ديلكم إذن كين جوج مسائل اللي ممكن أنكم ديروهم كان العسل الأسود ما تسمعوش العسل الأسود ويصحابكم بيلا راه هو العسل الحر غديمشون نشري العسل الحر بواحد لثمئة درام ولا أربعمية درام ولا ترى خمسمئة درام لا العسل الأسود راه كين واحد النوع كيتباع وهو رخيص في الثامن وخار أنه عسل عادي وإنما كيسميوهما يعني من يغادشو عند المحلات اللي كيبيعوها الحويج هدو قولوا لهم العسل الأسود والمفاجأة أنه ماشي غدي تشريو كيلو لا غدي تشريو سكيلو لا رابعة ولا لا ممكن أنكم تشريو سنتيمات يعني ممكن أنكم تشريو خمسة درام جوج درام ثلاثة درام يعني أنتم مخصكم تجبدو في هذه المحقانة يعني مني كتحيدو لهاليبرة باش تعطيوهم لهم في الفم ديالهم ممكن أنكم ديرو فيها جوز سنتيم جوز سنتيم كافية باش يتعافى الأرنب ديالك يعني إذا كانوا عندك واحد قاطع كبير ممكن أنك تشري مثلا واحد عشر دلاهم عشر دلاهم من العسل أسود وتفرقوا عليهم كل واحد تعطيه في فمه جوز سنتيم ماشي تديرو في الماء اللي أعطيه مباشرة يبقي العق فيه انتم ما كبوه لهم في الفم ديالهم سوف ينشاء الله يعني الهدية ديال هذه الحلقة وهي العسل الأسود الناس اللي ما عندهمش إمكانيات وما قدروش أنهم يشريوا العسل الأسود كذلك كين حل بسيط وبسيط للغاية وهو المعدنوس بكل بساطة معدنوس كممكن تشريوا القبطة بدرهم ولا درهم ونص حتى هو كيحيد هذا المرض هذا ما كيبقاش باتاتا الناس اللي غادي يسولونه على الكمية نص قبطة الواحد يعني ممكن أنكم تشريوا قبطة واحدة وتعطيها الجوج ويمخصوا الأرنبية كل من المعدنوس لا غير إلا مش هتكلم منه كونوا متأكدين أنها المعدنوس أو البقدونس باللغة العربية الناس اللي ديال ميصر ولا الناس ديال سوريا ولا الناس اللي عندهم اللغة أخرى كراكي تسمى البقدونس كذلك المعدنوس ممكن أنكم تعطيهم نص ربطة إيا كل منها باش ميدلوش إسالات ممكن أنكم تشفوها ما تكون تساردة من الماء وتعطيوها له وراه هادك المعدنوس حتى هو بمثابة غسيل المعدة كيغسل المعدة ما كيخليش فيها هادك ولكن مش يتديروا المعدنوس أو تديروا العصر الأسود وتخليوا النقط اللي هضرنا عليها ديال المياه الجوفية مياه ديال الآبا ممكن أنكم توليس وعطيهم الماء خاص يعني تعمروا من شي روبيني من دينة وتجيبوه بشي بوديسة وتقوى تعطيهم من هادك الماء يعني ما تعطيهمش الماء ديال اللي كتجفدوه من الآبا من الآبا لا ممكن أنكم تخليهم ماء خاص ديالهم تجيبوه من منطقة أخرى وتعطيهم لهم هادك يعني احنا كنا نسميو الوقاية خيرون من العلاج إلا هاد الأخطاء داركناها وعطيناهم إما العسل الأسود هادك مباشرة كيداوي وحتى الناس اللي ما عندوش مش يشريوا يعني ما كايش إمكانيات ممكن أنهم يستخدموا هاد هاد القضياء ديال المعدنوس ماشي ماشي لا 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 يعني كاينا كيقول القصبر وكاي المعدنوس القصبر ما تديروش قصبرها قاتل قاتل بالنسبة للألانب غادي يستعملوا المعدنوس إن شاء الله وغادي الله يجيب تسير يعني حيدوا الأخطاء وعاد ديروا الإلاج يعني مشيش واحد غادي يقول لي راني درت العلاج وما أخدمش ضروري أنكم هادك العلاج كيغسل المعدة كيحيد هادك الحويج اللي تضربها الأرنب ولكن خاص يكون معاه الوقاية يعني تحيدوا الأشياء اللي كتمردهم وعاد تديروا معه الوقاية إذن أنك عصبت الحلقرة بمثابة هادية بالنسبة لليفان ديالي بالنسبة للمشاركين اللي عندي وحتى اللي لعاد الشارك الموضوع راه مهم مهم بزاف حتى اللي ما عندوش هاد المشكين ديروا الفكرة في الرأس ديالكم وراوح النار غادي يحتاجوا هاد الفكرة ان ينشوفوا الدم ديال الأرنب البول عزاكم الله ديال الأرنب ديالكم وراوح النار أحمر أو ماء الحمورة شحال موحد غادي يتخلى هاد يقول باللي راه صافية وقعت شي حاجة ولا راه كين الحل بالنسبة لهاد الدم اللي كي يرميه الأرنب كين البول الأحمر وكين الإجهاد الإجهاد هادك رابوحدو يعني باش ما تخلطوش الأمور كين الأنثى الحامل مني تحدث لها الإجهاد هادك رابو عمليات إجهاد هادك ترمي الدم كي يبيلك الدم أحمر أما الدم البول المدمم كيكون هو بول ولكن اللون دياله مائل إلى الحمورة يعني باش ما تخلطوش الأمور منين تشوفوا هاد البول الأحمر ما تخلعوش راه كين الحل راه هو هادا اللي عطيتكم إن شاء الله الوقاية أولا ثم العلاج الوقاية راني عطيتها لكم شنوية باش ما نطولش عليكم والعلاج توا راح نهضرناه ليه جوش طرق بساطين بأرخص سمان إن شاء الله أنا كنحاول ديما نعطيكم يعني أدويا اللي بسيطة اللي يستخدموها الأجداد ديالنا وعطوها لنا يعني على طبق من ذهب يعني بحققها راه هم هم مستكن تعبوا لهاد المعلومات هادي ولكن حناية غادي نطبقوها إن شاء الله ونطبقوها بطريقة عصرية لماذا لا؟ المهم أنها تكون عندنا فكرة في الراس ما نخافوش من تربية الأرانيب وتكون عندنا حرفانة وذكاء في التربية ديال الأرانيب إذا الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بالدعب ديالكم كنشكركم بزايف على التعاليق طيبة ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم أي واحد عنده شي مشكلة أنا كنرحب بالتعاليق ديالكم وكنجاوب عليها لاحظوا أنني كنجاوب عليها يوميا دعمونا بزر جم متنسوا الناس بزر جم تكيو على زر الجرس وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله